السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو يوم 26 غوشة 2020 اليوم قد نضروع على أمور تتعلق بالدراسة والتمدرسة في إسبانيا في دل أو في زمان الجائحة الخبر الأول هو أولياء الأمور وأباء التلاميذ بالنسبة للناس الذين يقرأوا في المدرسة الخبر الأول هو الوزيرة الإسبانية للتربية والتعليم الإسبانية الذي قالت بأن سيتم إعطاء إجازة مدفوعات الأذر بالنسبة للأباء والأولياء السلامي الذين يبقوا في الدار يعني إذا كنت مضطر أنك تبقى في الدار مع العيال وتسمع أنك تبقى مع العيال إذا كان خصومي يقرأ عن برد فهذا يتخلص لك كأنه عندك بكاثيونيش الخبر الثاني هو وكيهم الناس المقيمين خصوصا في مدرسة مدرسة يوزعوا تقريبا ألف جهاز كمبيوتر على العائلة المعوزة التي لا يوجد إمكانيات ويقرر ألف جهاز في الحاجر الصحي إذا كانوا من الناس الذين يدخلوا في هذه الفئة التي تقرأ عن بعد إذن الخبر الأول هو أن الوزيرة الإسبانية لا أريد أن تبقى معهم شيء كبير فكتبقى معهم في الدار وتعمل واحد الشهادة وتدفع الخدمة لكي يخلص لك وكأنك لديك العطلة وكي يخلص لك الشهر كما هو لا يكون قليل شوية من الشهر لأن يستطيع أن يكون الحضور لا يوجد الحضور لا يوجد حضور لا يوجد حضور ولكن يخلص لك الأجر الشهر كأنك شدتي عطلة والوزيرة فعلت هذه الخبار من كادي ناسير لأنها عملت مقابلة مع راديو كادي ناسير وكذلك خبرت الناس بأن دروري الناس الذين ستكارم أنهم يدخل أبداً يقرأوا في المدرسة يعمروا الورقة لتحمل المسئولية لأنك تتحمل المسئولية إذا ابنك أو ابنتك مرتبط في المدرسة لأنه قتلك بخارغم البروتوكولات والطريقة والإجراءات التي يحملها التلاميذ والأساسي والتنظيف والكمامة قلت لك أنه يمكن أن تصابوه لا يوجد شيئاً يعني صفر حالة لكي لا تصابوه العيل في المدرسة وزادت في هذه المقابلة بأن يحاول الناس لا يبثون الدعر ويخرعوا بعطيتهم على القضية التعليم وليس أنه سيبقى العباون هذه القضية لا تقدر شيء تطلبها من الناس لأن الإنسان يخاف عليهم ودروري تخلع الأخبار التي تخرج في تلفازة أو الجرائد تخرج أو أن الإنسان يتخلع على أولاده الخبار التالي هو في المدرسة المدرسة في المدرسة المدرسة قالت بأن ستوزع للناس كثير من 900 جهاز كمبيوتر كمبيوتر يتخلع على أولاده والردسة المدرسة في المدرسة المدرسة لكن أجهزة مستعملة في المدرسة المدرسة كمبيوتر وفي هذا الإطار شركة المترو لديهم 30 جهاز كمبيوتر محمول وكثير من 200 جهاز أجهزة مكتبية يعني اللي كانت تحط فوق البيرو غادي حاولوا يسلحوها ويشغلوها ويشوفوا اللي باقي خدم فيها مزيان وبالتالي غادي حاولوا يوزعوها للناس لي يعني وليدتهم مضطرين أنه يبقوا في الداري قراو وما عندهمش أجهزة الكمبيوتر ولا يعني ما عندهمش فين يقراو مغير هالطريقة هاتي وبالتالي غادي وزعوها للعائلة المحتاجة وقال لك لحد الساعة وزعوها تقريبا تسعين تسعين جهاز هنا في إسبانيا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش يحاولوا يتصلوا بالجمعيات ديال الجمعيات التقافية كانوا واحد جمعية اسمية جمعية كالي هاد الجمعية هي اللي منها غادي بداي تفرق هاد الاجهزة ديال الكمبيوتر إذا هذا هو مجلوز الأخبار اللي كانت تهم التربية والتعليم اليوم في إسبانيا أحسلكم لأمور ونحركم برق موسيقى موسيقى موسيقى